جلسهم من بعيد أثار انتباهنا تقربنا منهم تكلمنا معهما وجدنا صبيح من ذوي الاحتياجات الخاصة وزوجته أيضا ليكون سندا لها حين يأتي بها يوميا إلى ساحة الاعتصام وسط الديوانية يؤكد بأن ذلك مسؤولية والأبد من المشاركة وإيصال صوتهم المطالب بالتغيير والإصلاح أنا أجل المظاهرين لأخواننا بالساحة جاي ويرهم وصروا سائل الحكومة الحكومة سوء من حل وحل الحكومة الزائل الصعب علينا جلت ابنور هاي المسافة طويلة؟ أجي على راسي من العراق على راسي هل تقول منطقةك الدولة؟ أنا بجري بي مسافة طويلة؟ أجي لها بغداد والله الوطن هذا وشوك تجي تلساها؟ أولا بدت المظاهرات أجي دراجة أجي بيها ومنور؟ ويهاي مصاعدة والله أجي الأخواني المظاهرين وشاركت بموهي وثليج من المظاهرين وشاركوا حتى بروحي زوجته تحدثت على أن الوضع العام للبلد يحتاج حلولا تنتشل الفقراء والمعوزين من واقعهم المريرة وحالتهم تكاد تكون خير مثال على مئات الأسر العراقية التي تعيش تحت خط الفقر نحن نجاين الأخوان المتظاهرين يعني على خاطر هؤلاء الشباب خطيئة يعني لا رواء لا تيب لا يعني قاعدين عاطلين على العمل الجوانية تعبانة كل استعبانة يعني ما يعني واحد يباو علها يشوفها لا محافظة يطلع يشوفها لا كل أحد ما يحدث لأشوفها يعني هؤلاء خطيئة يعني لازم نوقف مجالب الشباب هاي عندنا معامل معمل النسيج واقف ليس ما يشغلونه معمل الإطارات ليس ما يشغلوه خلي حتى الشباب تشتغل بيها حتى ليس صارتش التكتك الذي حير العالم برسالته الإنسانية في العراق هاهو اليوم يكون حاضرا وبقوة في ساحة الاعتصام وسط الديوانية ليكون واسطة نقل مهمة لأبو نور وزوجته تابعنا رحيل أبو نور كما يلقبوه لعدم تنعمه بنعمة الأطفال فوجدنا هذا التكتك الذي تم التبرع به لهم هو واسطتهم المهمة في التنقل والتسوق والهرب من وحشة بيتهم الصغيرة قصص لا زالت تحير المتابع للمشهد في العراق وجميعها تدلل على أن العراقيين حين يقرروا التغيير فأنهم يمنحون كل ما لديهم لأجي تحقيق ذلك من الديوانية محمد حسن قناة التغيير اشتركوا في القناة